بيقول اوضحت في الاسبوع الماضي معنى تباعل المرأة لزوجها. طب رسالة بقى للازواج. طب ما هو الازواج نفس الحكاية لازم برضو يتودد لزوجتها. سيدنا عبدالله ابن عباس يقول اني اتجمل لزوجتي كما تتجملوا لي. يعني ما تجيش انت وريحتك عفشة من اطرح شغلك طول النهار. واخد بالك ازاي. وتحاول انك انت اتقرب زوجتك تقوم تشمي ريحة عرق الشغل. لا ارجع من شغلك غير هدومك واخد دوش. والبس لبس كوي. ازاي ما انت عايزها تبقى ريبا منك فتلا تشمي منها ريحة كريهة. اعمل انت معها. يعني عامل زوجتك كما تحب ان تعاملك ايه. فهمت? ادي كل الحكاية. يبقى الرجل برضو مطلوب منه انه هو ايه يتقرب ويتودد لزوجاته. كمان هي مطلوبة ان المرأة تتودد لزوجها. وبعدين يحاول يديها فرصة تكلمه كده وتفضفضله. مش يقاطعها في الكلام. لأ سيبها تفضفض لحد ما تعرف طريقة تفكيرها ايه دي. مخها راكب ازاي. مش مجرد تقول جملة ما عاجبتكش. عايز اسمع صوتك. انت كل ما تجي. يا عم ايه سببها تشوفها شوف ترتكوين مخها ازاي راكب ازاي دي. وتفكر ازاي وبترجم المواقف المعقدة في زهنها ازاي. عشان تعرف مدخلها ايه. فهمت? لازم تبقى عندك حكمة. ازاي هتدخل لمراتك من الباب اللي هتفهم كلامك منه. فهمت بقى ازاي? اه دي كل الحاجة. فديها فرصة تتكلم شوي. ما تعترضش عليها كتير. وتقول اللي تقوله ونفذ اللي في مخك انت برو. فهمت زي اللي انت شايفه مصلحة. بس هي لما بتفطفت بتستريح. فهمت? اه دي كل الحاجة. ولما تاخد قرار هي مش موافقة عليه. بين لها حكمتك. انا ليه خدت القرار ده. عشان الفوائد كزا وكزا وكزا وكزا. تقوم ايه تشارك. مش قوله هي كده وبس. انت تقولي سمعنا وقطعنا وفرانك ربنا وليك المصير. ده سمعنا وطعنا ربها مش للجزء. هي برضو انسانة لها تفكير. فلازم ايه? لما تاخد انت قرار هي مش موافقة عليه وانت شايف انه مصلحة. عرفها ايه وجهة نظرك. تقومت ايه تعذرك وتوافقك. يعني الحكاية عايزة تفاهم كده والسياسة خليك سياسي. ما تقطعش يعني ايه. وبعدين انت زي ما ايه بتحب ان هي يعني اه تحسن معاملتك فانت ابتدي باحسن معاملتك. لان بالمثل. اما تبتسم في وجهة تبتسم في وجهة. اما تعبس وجهة تعبس وجهة. اما تعلي صوتك عليه. هتعلي صوتك عليه. فهمت وهكزا. فلازم الواحد ايه? شوف كل انسان ربنا خلقوا ليه وجهين. وجه قبيح ووجه جميل. صح? كل انسان ليه كده. حاول اما تتعامل مع الناس. شوف اهل التصوف المؤدبين بيتعاملوا مع كل الناس. لكن بيتعاملوا بحكمة بحيس يتعامل مع يتعامل مع الوجه الحلو في كل واحد. بشكل كده محدش بيقزيه. يعني ما تنرفزهاش ما تزعلهاش ما تعبس في وجهة. ما تكستش شمهاش. مع اي انسان. انت لو شتمت اي انسان هيجتمك. لكن لو صبرت على اي انسان هيصبر عليك. لو ابتسمت في وجه اي انسان هيبتسم في وجهك. المرء مرأته اخي. فهمت بقى? وعلى شكل كده الزواج ده تهزيب واصلاح. يعني انت لما بتتزوج انت بتتربي نفسك زوجتك دي بتربيك وانت بتربيه. لما بتجيب عيال انت بتربيهم وما بيربوك. في نفس الوقت. يعني الحكاء عمل ايه? يعني متشابك كده. سبحان الله خلق الدنيا دي متشابكة بطريقة عبيبة. يعني وانت بتربي ولادك. هم برضو بيربوك. بيعلموك القيصار. بيعلموك الصبر. بيعلموك حسن النصح. فهمت? والحلم. بيعلموك حاجات كتير. فهمت بقى? وانت برضو لما بتتفاعل معهم بالحاجات دي هم بيلقطوا منك يتعلموا منك كده. فلازم تاخد بالك كده. حتى الشيخ اللي بيعلم الناس في المسجد. والمدرس اللي بيعلم الناس. كل ما بيعلم الناس كل ما بيزداد علم. فهو بيتعلم وبيعلم في نفس الوقت. الحكاية كده الحياة هتوخد. شوف انت الناس يقول لك الحياة دي هتوخد. زي ما انت بتدي هتاخد بالك. فهتاخد بالك الحكاية دي مهمة. ممكن تفسير الاية الكريمة في سورة طه. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الفتشقى. هو الفتشقى هي فتشقايا على فكرة. فالفتشقى هنا مراعة لفواصل الايات. لكن لا شك ان ستين حوى برضو هتتعب. لما هتخرج في الحمل والولادة وولادها بناتها هيخلفوا عيال ويتعبوا في تربيتهم. فالستات بتتعب يمكن اكتر من رجال. في تربية العيال وفي الحمل. بتحملش انت طلقة واحدة في انطلقة الولاد. والله لو راجل قلبه يقف من القلم. لكن ربنا خلقهم متكيفين على هذه الحالة عشان يستمر النسل. وعندهم طاقة نفسية وعاطفية تخليهم يتحملوا الاولاد وتربيتها والحاجات دي. ممكن الرجل ما يتحملش. فهنا قال له فتشقى. في بعض الناس يقولك يعني سقابر هيشقت. لا يسير هي فتشقايا. بس سقال فتشقى هنا ايه مراعة لفواصل الايات. لان معزم ايات سورة طه نهايتها الف ايه مد مكسورة كده. الف مد مكسورة. فهمتوا بقى? يبقوا مراعة للفواصل. دي عايزة فهم في اللغة على فكرة. لو انت فهم في اللغة هتقولي الكلام ده. لكن لو مش فهم في اللغة يقول شوف. قال له فتشقى. يبقى حواء مش هتشقى. يبقى ان مش فهم في اللغة بقى. ولا فهم الفواصل ولا فهم حاجة. مين قال ان حواء مش. حواء مكلفة. النساء شقائك ورجال في الاحكام. فمكلفة زي الرجل سواء بسواء. بيقول انو الحج هذا العام وهي اول مرة. فبما تنصحونني. حسن اخلاقك. عشان الحج زحمة. وهتبان اخلاقك الوحش. اي عبادة زحمة لازم تروحها وانت حسن الاخلاق. عندك حلم وصبر واناة. فلا تشاحن الناس. علشان يبقى حجك مقبول. يبقى لازم تعود نفسك الحلم والصبر والاناة. وتعود نفسك من دلوقتي. عندك ثلاث شهور تمرينة ولا اربع شهور. مرة نفس. لان الحج عبادة زحمة. وفي الزحام تزهر الاخلاق. الحقيقية بقى. فهم? دي اول حاجة. تاني حاجة تدرس الحج كنسك. ايه هي اركان الحج وتوفيها. وهي واجبات الحج وتوفيها. وهي سنن الحج وتوفيها. عشان ما تبقاش تعمل حاجة غلط وترجع تندم. يمكن الواحد مش حج في عمره لمرة. فتحاول تعملها صح. فلازم تتعلم نسك الحج ازاي يتم بالزبط. فتجلس مع حدي يكون عنده علم او تدخل على اليوتيوب تكتب فتح القريب المجيب الدكتور يوسري جابر. هتلاقي كتاب شرح فتح القريب المجيب في القسارة الشفائية. هتختار الدروس اللي فيها الحج والعمرة. حوالي خمس دروس. تسمعهم كويس مرة واثنين وثلاثة. وفي ايدك ورأة وقلم وتكتب ملاحظات. عشان تبقى انت فاكر الحاجة دي تاخدها معاك الورقة دي. دي مهمة جدا انك تتعلم نسك الحج. لان فيه ناس كتير تروح تحج ومش عارف ويبقى ماشي مع الناس. وبعدين بعد كده اما يرجع يتضح ان هو ايه ارتكب محظورات كتير. فلازم تتعلم كويس. قبل ما تهجم على العبادة لازم تتعلمها. يبقى تحسن اخلاقك وايه وتتعلم نسك الحج. فيه ناس بيقولك التصدق على المحتاجين بقى دي النقود اولى من الحج. لا ليس في حج الفريضة. حج الفريضة لا يا ابني ادفع الاول واطلع حج الفريضة. الكلام في حج التطوع. هلأ نما حج التطوع احسن ولا اتصدق. لو عندك قدرة حج كل عام فمصري في حج كل عام طلحها الفقراء. وكل خمس سنين حج. لان النبي ايه قال ايه? قال كده ورد احاديس يستحب الحج كل خمس سنين للمستطيع. فهمت? لو انت مستطيع تحج كل سنة يبقى مصري في حجة كل سنة طلعها للفقراء. وتيجي الخمسة اطلع حج. طالما انت مستطيع. والله وتعالى اعلى واعلى. ما هي الدوابة الشرعية للتسويق الالكتروني? وما هي الاشياء التي يجب الحذر منها? اولا التسويق الالكتروني يعني هو دعاية. بتدعو. فتدعو لايه? في بضائع مفيدة وليست بضائع محرمة. ما تسوقش خمور. ما تسوقش افلام دعارة. وقلة ادب. ما تسوقش حاجات محرمة شرعا. فهم? لكن سوق اشياء تكون مفيدة للناس. وتكون جيدة. عشان كانك انت بتدلهم على الخير. لو حبيت تشتري بضاعة اشتري الماركة الفلانية. دي مجربة وكويسة. لو حبيت تشتري مثلا ملبوس فالملبوسات دي اسعارها معقولة وفي نفس الوقت خماتها كويسة وهاكذا. يبقى تختار في التسويق اللي حتسوقه ما هو فيه فائدة للناس. ويكون بضاعة جيدة وليست مغشوشة ولا مقلدة. اصلية. وبتكون اسعار مناسبة. وتحذر من من التسويق لكل شيء محرم شرعا. لان كل حاجة هتجي لك من خلال تسويق المحرم هيبقى رزة حرام.